تمكن حسين خرجة العميدة السابق للفريق الوطني والذي يشتغل مع الجامعة في تدويب الخلاف بين الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش واللاعب حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي وقالت بعض المصادر بأن خرجة تحرك باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وتواصل مع اللاعب حكيم زياش ونجح في تدويب الخلاف بشكل رسمي ومن المرتقب جدا أن يعود زياش للفريق الوطني في مباراته الدور الفاصل بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكونغو والديمقراطية